اهلا بكم الى موجز اخبار الان ما زال العشرات من تنظيم داعش يقاتلون في اخر جيب يحتلونه في شمال مدينة الطبقة التي استعادت قوات سوريا الديمقراطية الجزء الاكبر منها وفق ما افدى المرصد السوري لحقوق الانسان وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية منذ بدء معركة الطبقة في الثاني والعشرين من مارس ادار الماضي من السيطرة على تسعين في المائة من المدينة التي كانت تعد مقرا لابرز قيادات التنظيم المتطرف افدى مصدر امني في محافظة نينوى بان اربعة مدنيين قتلوا واصيبا ثلاثة عشر اخرون باطلاق داعش لصواريخ كاتيوشا نحو سوق شعبي غرب الموصل هذا وما زال تنظيم داعش يحتل بعض المناطق في السحل الايمن للموصل ومنها يطلق احيانا قدائف هاون او صواريخ باتجاه المناطق التي حررتها القوات العراقية قالت مصادر امنية يمنية ان عنصرين اثنين من تنظيم القاعدة احدهما قيادي ميداني قتلا برصاص مسلحين في بلدة ريفية بابين جنوب اليمن حيث عثر على جثتيهما وعليهما اثار طلقات نار وذكر المصدر ان عناصر تنظيم القاعدة باتت تنتقل بالدراجات النارية خشية ان يتم استهدافها من قبل الطيران الامريكي وتوقع المصدر ان يكون مقتل القيادي ومرافقه تم من قبل التنظيم بتهمة التخابر مع امريكا اعلنت مارين لوبا مرشحة اقصى اليمين الخاسرة في انتخابات الرئاسة بفرنسا عن انشاء حركة سياسية وطنية جديدة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الفرنسية في يونيو حزيران القادم واكدت الداخلية الفرنسية ان حزب مارين لوبا الذي اسسه والدها سجل رقما قياسيا في هذه الانتخابات بالحصول على نحو 9 ملايين من اصوات الناخبين قالت كوريا الشمالية انها اعتقلت مواطنا امريكيا اخر للشباه في ارتكابه اعمالا معادية للدولة واذا ما تأكد الاعتقال سيصبح هذا الامريكي رابع مواطن امريكي معتقل في الدولة المنعزلة وسط توترات دبلوماسية اكد عدد من علماء الصحة الامريكيين ان تناول الشوكولات داكنة بين الحين والاخر مفيد للصحة وقال العلماء ان تناول الشوكولات الداكنة ضروري جدا فالتجارب الاخيرة التي اجرها على الفئران بينت ان مادة الكاكاو والتي تشكل العنصر الاساسي في تركيبها تحتوي على مواد مضادة للاكسادة ومحاربة الشيخوخة نهاية المجاز الى اللقاء اشتركوا في القناة